اشتركوا في القناة لكن ليس مؤتمر هناك أجهزة في أكتوبر يقولك أن أبل واتش أجهزة ستنزل في أكتوبر لكن بدون مؤتمر كيف بدون مؤتمر تسوي نفس كل مرة كيف نزلتها؟ ماكبوك برو 16 إنش قبل ثلاث شهور قبل شهرين لايباد كيف نزلتها؟ نفس الحركة فقط في الموقع تتحديث وتنزل لك بكذا فاجأة أو لا كان مؤتمر ما سيكون في أبل واتش ما سيكون في أبل واتش الجديد أبل واتش 6 أولا سيكون في أبل واتش سيضع جديد سيضع جديد سيكون هناك مبروف كبير في أبل لماذا؟ لأن القطعة 3D قطعة الداخل نحن إبغارتها في الحركة فانا موجودة بس ك... لم نحن إبغارتها في الحركة لدينا القطعة فانا موجودة في الحركة فسوها الحركة في الأيفون 10S يوقفون لنزل الـ 11 و كلهم الجديد صار مبروف قوي في البطارية من معالج و من القطعة ما فيه و دحابة الجهاز ففيه تحسين قوي رح يكون في البطارية في الآبل واتش 6 القادم البلد لحق الأكسوجين رح يضعون فيه لكم برضو الأشخاص اللي يحبون حق الطب مطب أو الصحة رح تكون موجودة فيها يقولون ممكن نابي بلو الكالر الجديد اللون الأزرق الغامق اللي ما أدري كيف موجود نفس اللي طلعت على حق الآيفون القادم رح يكون وبرضو الواتر رزيستنز رح يكون مبروف له مع النحين خلاص شي اللي تبون تحط فيها زيادة ما أدري بس رح يكون أورودي هي واتر رزيستنز مقاومة للماء وتسباح وتنزل وترسعد وتروح وتجي بس ما دجي مصوم فيها بس فيه مبروف قدام بنتل هلت تكلم عن حق الصحة رح يكون فيه مبروف برضو قدام رح تنزل في سبتمبر من وقتكم في سبع سبتمبر المتوقع أن أبل رح تنزلها هذا الابل واتش يمكن يقول لك البصمة رح يحطون بغيرون الدزاين شوي الحواف رح تصغر شوي رح تكون حجمها أكبر إن شاء الله يغيرون الأشياء كلها لكن الشكل ما يتغير السيور ما تتغير إنه السيور عندي كثير اللي يحنكم أربع سنوات أو خمس سنوات من يسيور إن شاء الله ما تتغير الشكل الشكل مربع حلو ليحطونا شكل دائري دائري حلو كنظر لكن استخدام لا شكل مربع لحق إنك تصفح والقراءة كيف تقرى الشي يكون مربع ومستطيل إن الكلام تقدر تشوفك في كل مكان يعني فإن شاء الله ما يتغير هذا الشكل السيور ما يتغير لكن نشوف قدام أبل ما تتسوي فيها برضو فهذا الابل واتش وبرضو في نفس الوقت رفرش ينزلنا الايباد الايباد راح يكون مش البرو الايباد العادي الايباد الاير او الايباد اللي يسمون ايباد الحق السيورنت اللي قيمتها 300 و 400 دولار الشي اللي بيسوون فيه ما ندري هل بيغيرون شكله بيخلون نفس شكل الايباد الجديد او الايباد برو بدون حواه بدون كل شيء بخلون بصمة تحت الشاشة نفس الاشعات اللي اخرت جد الايباد الايباد العادي لان يكون الحق الايباد iir هادا الايباد العادي لانكم يعرف عندنا ايباد إلى ايباد iir في ايباد برو الو برو برضوه يحتفل 15 و 12 ف ź فاةتسعة فهلا هادا تاويباد العادي وين يعيباد المبهود نسيته اضطوا ايباد بني برضو الوايباد العادي هذا أرخص رح يكون موجود融 هذا اليologique بيضم سيعجح المك بالفاويد ايه بعد معروف ان الـ AT-18 اوكي لان الـ X الى الان لحق البرو فش بيسوون في الـ Air ما ندري هل بيحطون في معالج غير اللي في الجوال علشان لهو طبعا الـ GPU يرفعون فيه الى الان ما ندري لكن الجهاز هذا ممتاز لحق فورتنايت إذا رجع فورتنايت لان تدرون ان فورتنايت توقفوها ما رح نتكلم عنها كثير هنا تكلمت عنها في سناب شات فتقدم تشوهم سناب شات او خلص وقت سناب شات لما هم انه كلها سياسة من امريكا على ابل من الاشقر الموجودة هنا على الصين برضو الابك او فورتنايت تبس انه كنسلت الدفع عبر ابل لماذا تكنسلين الدفع؟ لماذا ابل جشعة تبي فلوس ابل عرض البرنامج فخلاص انت لو انك عندك شيء بتروح تعرضه في المحل لازم تدفع اجار الحق المكان فانت ما طلعت لي من ابل فخلاص بس تكبر نفس سبوتيفاي قبل سنتين تكبر وتطلع تبي فلوس زيادة خلاص 30% عطيها انت عارضة عندها من الفيلمات شهر لأت بي نفس الاندرويد خلاص خلاص خلق كده ما موجود في ابل خلق في الاندرويد اصلا حتى لو انه تنجحين من ابل اصلا تريد ما يسوي اصلا تريد يريد يوقف تعامل الصين كله واذاك شركة مملوكة هناك والصين فلو بتطلع من ابل تطب في جوجل من الاشقر اللي موجود هنا تريد المهم ما لا يكثر على سؤاله نرجى لحق لايباد هذا كل شيء في سبتمبر طيب لو نجي لحق اكتوبر في 12 اكتوبر رح ينزل ايفون 12 رح يكون في مؤتمر لحق ابل في 12 اكتوبر او بعلم عن ايفون 12 اكتوبر ايفون 12 رح ينزل في نفس اسبوع يعني بعد 12 اكتوبر ثلاثة ايام اربع ايام رح يكون الطلب المسبق ايفون 12 تكلمنا عن مواصفات كلها وكل شيء ايفون رخيص 12 الامونيوم وفلات وكل شيء النوتش رح يكون نفسها تكلمت لكم ان الاضحة يسقرون النوتش اذا بنزلوا صغير رح يسقرون النوتش اذا كان في الجهاز عندهم صغير لماذا ان النوتش قبل ما تغير حجمه فتشيله وتحط على اي جهاز عندك يعني اي جهاز عندك ايفون قديم حتى لو ايفون 12 رح تشوف نفس الحجم ان القطع الداخلي والكاميرا والسنسر قبل ما تسقرها وتكبرها على حسب الجهاز لكي تمشي السير صعب ان تسوي كفاية الشاشة لان تنصنع مخصصة لحق ذاك الجهاز فاذا بيسوون جهاز انا ما ندري اذا بيسوون جهاز 5.4 اللي تكلمنا عنكم صغير فلازم تسقر النوتش لكن اخبار تقول لك ان النوتش لا يصغر اذا ما رح يصغر النوتش فما في ايفون صغير رح يكون ثلاثة ايفونات فاخبار يقولك ان النوتش رح يكون نفسه شوف قدام المعالج هذا افضل شيء بالنسبة هذا الشي اللي انتظر انا اصلا اي فورتين بالفايف نانوميتر الرام رح يكون اربعة لحق ايفون 12 الكاميرات رح تكون ثنتين فيه تحسين في الكاميرات رح يكون فيه 5 جي اللي هو السب سيكس وبعضهم يقولك رح يكون فيه 5 مليميتر ويفس الى الان 5 جي خلاص ادربحها اصلا العالم الى الان مش مستعد لحق ال 5 جي اللايتنق رح يكون نفسه بيبدأ مثل ما قلت لكم من ستمية وخمسين ومية وخمسين كده الى الين 900 وشوي لحق الايفون 12 النسختين او النسخة واحدة الى الان ما ندري هذا البيع حقه بعد المؤتمر بسبوع لكن الايفون 12 وبرو الايفون 12 وبرو يقولك ما رح ينزل لا في نوفمبر فما فيه تاريخ محدد يمكن بداية نوفمبر نصف نوفمبر بعدها بشهر يعني ابل متأخرة ليش والضغط اللي صير على ابل الصين الصناعة كورونا كل اشياء ذا كلها طبعا الان الفوكس كون في الصين هنا جلسة تدرفه بقوة لحق ابل وقعد تصنع لان يقول لانك وظف احنا اكثر من المليون شخص مدري كيف بدخلوها مليون شخص علشان انه ما يتأخر الايفون على الموعد المحددين احين فنشوف كده ما يحدث الايفون 12 و 6.1 انش قلنا لكم والاولد و 6.7 انش النوعين و كل شي النوتش يقولك نفسه بس وبرو في الحق الفيس ايدي الرام راح يكون 6 رام ليش لانه براح يكون فيه اللايدار اللايدار يحتاج مثلا رامات زيادة فقبل حط فيه الرام منك لا تتوقع انك بتاخذ البرو علشان فيه رام اكثر لا تب استخدام نفس الشي لاستخدام هناك حطتها ابل زيادة رام علشان بس اللايدار علشان فيه شي جديد في الجهاز يحتاج ذي الشي بس فالتعامل نفس التعامل هاد الاشياء ما راح اتكلم كثير عن الميزات لانه اتكلمت فيه سلسلة كثيرة تقومون تفتحون القناة وتشوون كل شيء طيب هاد الاشياء كلها برضو ابل راح تعلم في المؤتمر الغادم هذا لحق الشي اللي تكلمنا عن قبل شهرين اتكلمت لكم ابل ان راح تنزل بكاج الحق الشي اللي اشتركتها كلها الاي كلاود ابل بلوس والاشياء دي كلها بيسوي لكم بكاج كامل مع الاركيد عشان تشترك كاميرا سعار كل شيء من اربعة لخمسة دولار ستة دولار في الشهر نشوف قدام جي تسويه لان ابل تدري ان هذا التوجه الحق انها تبيت فلوس من دي الطريقة ما راح تكون تبيع جوالات صح بتربح تبيع جوالات لكن جوالات حين خلاص وصلنا تحق تشبه او الاشخاص ما يشترون كل سنة جوال جريد فراح تاخذ فلوس من دي الطريقة بس هذا الفيديو هذي كل شيء لايبادة برو هل راح ينزل ولا ما راح ينزل ما انا ادري الارباور راح تنزل اتوقع ان راح تنزل هل راح يكون فيه بعل بس شاحن موجود او مش موجود الاسعار تتكلمت عنه في الفيديو القبل هذا نشوف تكون كالشيهناك بس فأب نهاية الفيديو لو تنسون اشترك بالغناة واشتراك في حسابي اشتركوا في اشتركوا في اشتركوا في اشتركوا في اشتركوا في اشتركوا في قناة اعمل لك المكتاب والنشتراك في مكتاب تعليقاتكم تحت اهمي لاتنسون ان تفضل دعاكم السلام عليكم